في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآني يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمن أيها الإخوة والأخوات اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن قراء الصحابة موضوعنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى قراء الصحابة بينا في الحلقة الماضية كيف كان منهج التلقي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي ويبلغه لأمته كتابيا ويبلغه صوتيا قلنا إننا سنعتني ببيان النقل الصوتي من خلال الرواة والنقل والآئمة الذين رووا لنا القرآن الكريم مسلسلا حتى اتصل إلى زمننا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على صحابته فيأخذونه منه بالسماع وكان كذلك الصحابة الكرام يعرضون القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منهم ويقرهم على ذلك وكانت أول عبارات التوثيق والإجازة هي في زمنه صلى الله عليه وسلم فربما قرأ عليه الصحابي فقال له أحسنت أو قال له أصبت فهذا توثيق ويعني تأكيد على أنه قد قرأ وصحح تلاوته بشكل صحيح وقرأ كما أنزل وكذلك وثق النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابة كراما فقال خذوا القرآن من أربعة فهذا توثيق لهؤلاء الصحابة وبيان أنهم مؤهلون للتعليم وهذا نوع من أنواع التوثيق والإجازة كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على بعض الصحابة ثناء خاصا كما قال إن أقرأ الأمة أبي ابن كعب أقرأ هذه الأمة أقرأ الأمة أبي أو أقرأهم لكتاب الله أبي كما ورد في بعض الآثر فهذا نوع من أنواع التوثيق أيضا للصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على ابن مسعود من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد فقوله صلى الله عليه وسلم كما أنزل هذا من أبلغ ما يكون من التوثيق وما يعبر عنه الآن بالإجازة فهذا كله نحن نضعه في عين الاعتبار عند النظر إلى نقل القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هم الصحابة الذين اشتهر عنهم أخذوا القرآن والعناية بالتعليم والعناية بالقرآن الكريم عموما في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الصحابة الكرام الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصون كثرة وأن الصحابة الذين قرأوا وعرضوا شيئا من تلاوتهم على النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصون كثرة لكن زمن الصحابة مثل كل الأزمان لا يلزم أن يكون كل واحد من رجال الإسلام في الزمن الواحد أن يكون له الصدار في هذا بل كانوا متفاوتين فمنهم من كان له شهر واسعة في جانب تعليم القرآن الكريم وكونه من أقرأ الناس ونحو ذلك ومنهم من كانت شهرته أخف في هذا الباب منهم من كان معتنيا بتعليم القرآن الكريم ومنهم من لم يكن معتنيا بذلك كان له عناية مثلا بالجهاد في سبيل الله كان له عناية بأعمال الأمة وأعمال إدارة الدولة ونحو ذلك فالصحابة الكرام كانوا كذلك ولذلك نحن سننتقي في هذه الحلقة بعض أسماء الصحابة الذين كانوا محوريين ومهمين جدا في جانب نقل القرآن الكريم باعتبار أننا نعتني بجانب المقرئين من زمن الصحابة إلى زماننا هذا إن شاء الله تعالى أول صحابي كريم أول صحابي كريم نحب أن نتكلم عنه في هذه الحلقة هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن عفان ذلك الخليفة الراشد الصحابي الجليل الإمام العلم رجل القرآن الكريم الذي كان له دور بارز وعظيم في نقل كتاب الله تبارك وتعالى ووصوله إلينا على الجانب النطقي والجانب حتى الكتابي نحن نعلم أن سيدنا عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي ذا النورين ذا النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أحد السابقين الأولين إلى الإسلام وحضر أحداث الوحي منذ بداية نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أحد من جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب جانب مهم لأنه ليس كل الصحابة حفظوا كما نعبر اليوم أو جمعوا بالتعبير القديم جمعوا القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الصحابة كذلك لكن من هؤلاء الذين جمعوا القرآن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي الذي روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو راوي هذا الحديث الأشهر وكان رضي الله عنه وأرضاه يعني خليفة المسلمين وفي عهده جمع القرآن الكريم وكتب ما يسمى بالمصاحف العثمانية في قصة طويلة لن نذكرها ونبحثها في هذا البرنامج في هذه الحلقات لكننا نشير فقط إليها فقد جمع سيدنا عثمان القرآن الكريم ونسخه في نسخ أصلية أرسلت إلى أهم الأمصار الإسلامية إلى أهم الأمصار أو الأقطار أو البلدان يعني الإسلامية في مكة وفي المدينة وفي الكوفة والبصرة وفي الشام وقيل إلى مصر وإلى اليمن وإلى البحرين المهم أرسل نسخا من القرآن الكريم نسخ معتمدة منسوخة من الصحف التي كتبت في زمن سيدنا أبي بكر الصديق التي كانت منسوخة من القطع التي كتبت أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسيدنا عثمان له دور محوري في هذا الجانب وجمع القرآن الكريم في عهده واليوم نحن نقرأ القرآن طبقا للمصاحف التي أرسلت إلى تلك الأمصار الخمسة إلى تلك الأمصار الخمسة ولذلك سنجد أن أكثر العناية بكتاب الله تعالى في أول الإسلام كانت في تلك الأمصار الخمسة لأنها أهم البلدان الإسلامية التي كان فيها حراك قرآني وعلمي وعلى كفة الأصعدة ممن روى القراءة عن سيدنا عثمان رضي الله عنه بنوا أبان بن عثمان وعمر بن عثمان وسعيد وحمران بن أبان وكذلك روى عنه بعض الصحابة الكرام يعني الصحابة لم يكونوا كلهم قد قرأوا القراءة و رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا منهم من روى بعض القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكمل بعد ذلك على صحابة كرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريئا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد فدل على صحابة فكانوا يعلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد من هذا جواز أن يتصدر للتعليم تلميذ في حياة شيخه و أستاذه نحن قلنا نحن نريد أن نلتقط معاني من سير القراء حتى نبين بها بعض التوثيق والمرجعية والتأصيل لما نفعله اليوم و أنه له مرجعية في أعمال السلف الصالح و في أعمال الأمة الإسلامية و علمائها من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى زماننا هذا فربما يتصدر التلميذ للإقراء و التعليم في حياة شيخه و أستاذه و سيتبين لذلك كثيرا من خلال قصص أئمتنا و علمائنا و قرائنا كذلك كان سيدنا عثمان رضي الله عنه و أرضاه من أقران سيدنا أبي بكر الصديق طبعا سيدنا أبي بكر الصديق يعني في جمعه للقرآن الكريم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف كبير ربما جمع القرآن و ربما لا و الراجح أنه لم يجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن بعض العلماء أنهم ذكروه في من جمع القرآن أي حفظ القرآن الكريم وهذا يدلنا بارك الله فيكم على أن من فاته شيء من القرآن لا ينبغي أن يظن أنه غير صالح لخدمة كتاب الله تعالى وتعليمه مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية كذلك مما نحب أن نذكره في سيرة هذا الخليفة الراشد المبارك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يعني معروفا بحسن القراءة وبجودة التلاوة وأنه كان له جهد في تعليم القرآن الكريم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه حتى روى عنه القرآن عدد من التابعين وعدد من الصحابة كذلك كما قلنا ممن روى عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه ابن عباس وأبو هريرا وجماعة من الصحابة كثر وقد قتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا صابرا مصبورا محتسبا في فتنة عظيمة وقعت في زمانه فإن لله وإن إليه راجعون وقد عاش إثنتين وثمانين سنة على الصحيح كذلك من الأسماء المهمة من الصحابة الكرام علي بن أبي طالب رضي الله عنه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه وكان من مش نقول من أوائل المسلمين قيل إنه ثاني من أسلم بعد السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه فتاريخ سيدنا علي كبير جدا في كتاب الله تبارك وتعالى وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم أحداث التنزيل وكان من أعلم الصحابة وكان لشك ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان زوجة ابنته سيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فله مكانة فريدة و كذلك كان له عمل جليل في خدمة القرآن الكريم و كان ممن يعلم القرآن الكريم و له نشاط كبير في تعليم القرآن الكريم و روى عنه عدد من التابعين منهم أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى و سوف نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في حلقة مستقلة سيدنا علي بن أبي طالب كان رضي الله عنه و أرضاه قد قرأ أكثر القرآن كلمة قرأ يعني حفظ أكثر القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا و قيل إنه جمع القرآن كله في زمانه صلى الله عليه وسلم فعلى كل حال لا فرق نحن سيتبين لنا لما نتكلم عن التابعين يتبين لنا إن شاء الله كيفية روايتهم القرآن الكريم عن الصحابة الكرام و أنه هل ممكن يرون عن صحابة بعض القرآن و عن صحابة آخر بعض القرآن أم لا هذا سيتبين لنا إن شاء الله تعالى عند كلامنا عن بعض التابعين الأجلة رحمهم الله تعالى و رضي عنهم فالشاهد جمع القرآن كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو جمع أكثره لا يضرنا ذلك هذا الأمر لا يضرنا لأنه لا يؤثر في عملية التعليم و التلقي كما سيتبين لنا إن شاء الله في الكلام على التابعين رضي الله عنهم و جزاهم عننا و عن أمة الإسلام خير الجزاء كذلك من الأسماء المهمة جدا في القرآن الكريم بل من ألمعها و أكبرها أبي بن كعب رضي الله عنه و أرضاه و هو أقرأ هذه الأمة على الإطلاق أقرأ هذه الأمة على الإطلاق و أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم و قرأ القرآن جمع القرآن يعني كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم و سمعه كاملا من النبي صلى الله عليه وسلم و قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن و كان مشهورا بأنه أقرأوا الصحابة و أعلمهم بكتاب الله تبارك و تعالى و تصدى لإقراء القرآن الكريم في حياته فأخذ القراءة عنه ابن عباس و أبو هريرة لاحظوا أننا قلنا أنهم أخذوا على عثمان نعم كانوا يأخذون على عدد من الصحابة و هذا دليل نستلهم منه جواز أن يتلقى المسلم القرآن عن أكثر من شيخ لا يلزم أن يكون تلقيه عن شيخ واحد هؤلاء الصحابة كانوا يتلقون عن عدد من الصحابة لا يتلقون عن الواحد أو الاثنين ربما قرأوا على أكثر من ذلك حتى يتلقوا القرآن الكريم و الإنسان تعتريه المشاغل سيدنا عثمان انشغل بالخلافة بعد ذلك و أخذت من وقته كثيرا حتى أن أبو عبد الرحمن السلم رضي الله عنه و رحمه الله و هو من التابعين ذكر ذلك و أن الإمام عثمان بن عفان انشغل بإمامة المسلمين و ولاية شأن المسلمين و كان أميرا للمؤمنين في خلافة سيدنا بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أرضاه كذلك من من أخذ عنه عبد الله بن السائب و عبد الله بن عياش ابن أبي ربيع و أبو عبد الرحمن السلم و طائفة من رجال الإسلام و شهد بدرا و المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي يعني من أهم رجال الإسلام و مناقبه كثيرة و عظيمة و كان رضي الله عنه شيخا أبيض الرأس و أبيض اللحية و كانت تلازمه الحمى يعني نعم كانت تلازمه الحمى و مع ذلك ما كانت تقطعه عن كتاب الله تبارك و تعالى أيضا مما نحب أن ننبه إليه أو نذكر به في سيرة هذا الصحابي الجليل أنه قرأ القرآن قرأ يعني على النبي صلى الله عليه وسلم و قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم قراءة خاصة و نستلهم من ذلك و نأخذ منه جواز الرواية بالسماع فهو روا عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا و في ذلك شرف عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عليه القرآن قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن انظروا إلى عظيم هذا الأمر إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فهذا الأمر كان عظيما في صدري وفي نفسي أبي بن كعبر رضي الله عنه فقال آه الله سماني لك قال على أبي قال الله سماك لي فجعل أبي رضي الله عنه وأرضاه يبكي أيضا نحب أن نبين أنه كان مع حفظه لكتاب الله تعالى وهذا كان شأن الصحابة كان لديه علم بما يحفظه لم يكن الصحابة يقرؤون القرآن ولا يفهمونه بل كانوا يحفظونه بعد أن يفهموه بل كانوا يتعلمون القرآن و يفهمونه و يعملون به يأخذونه عشر آيات عشر آيات قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا لذلك لما نقول صحابي جمع القرآن معناه أنه عالم بكتاب الله تبارك وتعالى و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم قال آية الكرسي قال ليهنك العلم أبا المنذر يعني هنيئا لك ما عندك من العلم فهناك مسألة نختم بها هذه التعريفات بهؤلاء الصحابة الكرام الثلاثة و هي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استخلف للإمامة في مرضه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر الصديق و نحن نعلم أن أبين رضي الله عنه كان أقرأ الأمة أقرأهم لكتاب الله أبي كما ورد في الحديث فلماذا لم يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة و لماذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله طيب أقرأهم أبي فلماذا لم يستخلفه الحقيقة أن استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة لم يكن استخلافا لمجرد الصلاة و إنما كان فيه إشارة إلى الاستخلاف في الإمامة العظمى و أن يخلف أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة المسلمين العظمى الولاية يكون أميرا للمؤمنين و هذا ملحظ مهم دقيق جعله النبي صلى الله عليه وسلم مقصودا في معنى استخلافه لأبي بكر رضي الله عنه في الإمامة و لا ينفي ذلك أن أبين رضي الله عنه كان أقرأ هذه الأمة و كان أقرأ الصحابة الكرام رضي الله عنهم و أرضاهم و جمعنا و إياهم بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد اللهم أمين نكتفي بهذا القدر في تراجمنا في هذه الحلقة ترجمنا و تكلمنا عن الإمامة الصحابة عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب و أبي بن كعب و في حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى نتابع مع بعض رجال الصحابة الكرام قبل أن ننتقل إلى رجال التابعين بإذن الله تبارك و تعالى نسأل الله أن ينفعنا و إياكم بما نقول و نسمع و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه وسلم و الحمد لله رب العالمين في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآني يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان ترجمة نانسي قنقر